الجيش اليمني تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وقال مصدر ميداني إن القصف استادف تعزيزات للميليشيا في ظهر البيض بمديرية الملاجم كانت في طريقها لمواقع تمركزها في الجبهة وأكد مصدر أن القصف أصفر عن مقتل خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير عربتين تابعة لها